موسيقى اشتركوا في القناة سوف نضع الكسر الحليب لدافئ سخيخن قليلا بعد باب البرد سوف نسخنه ونكمل بالماء وانا اعجن وبالنسبة للقيس الماء الذي ضفت فكانت جوجة الكسان وكسر الحليب وضروري احتى الماء دافئ مني وصلت الى التكسيوغة هذه العجينة تكون مقصها مجارية عادية ونستمر وانا نضيفها تقريبا دقيقة الوقت حتى تطلق العجينة واحدة شوية مهمة تكون عليها تشكلها نغطيها ونجعلها ترتاح خمسة دقائق فقط لا نجعلها تخمر نضهنها بوحدة شوية ونقسمها الى قسمين كما قلت لكم في الفيديو ونقوم بوحدة نضيفها تحديد نضيفها تحديد ونقوم بوحدة ونقوم بوحدة ونقوم بوحدة ونقوم بوحدة ثم نضيف لها جزرة و كذلك قرعة خضرة او كوسة حكيتهم بجهة الحكاكة الغليضة سوف نحركهم باش يندمجوا ثم نضيف لها توابل سوف نضيف لها شوية الملحة والبزار و شوية الكامون و شوية الخرقوم و شوية السودانية و سلصة السوجة لا نضيف لها سلصة السوجة سوف نضيف لها طون يمكنكم تضيف لها أي شيء شوية زيتون مقطع يمكنكم تضيف لها طون سوف نضيف لها شوية الأعشاب المناسبة نضيف كلا سوف نضيف افرامي المعدنوس سوف نضيف البرج البرج بخصص المعدنوس سوف نضيف المعدنوس كما يستمر المعدنوس نضيف اول كرة واخذت الزيت دوبت شوية ديها الزبدة خلطتها مع الزيت وكيما شتو كنطلق عليها هاتشكل انا كندهن في الزيت والزبدة وكنطلق علي شكل طول هكا ولجينا من بعد ما كترتاح كتعطيناها الطول صراحة وكتطلق مزيان صافيغا بدا نطلق بالزيت والزبدة وكندردر عليها شوية ديها الفينو وكنطوي بهاتشكل هكا مهم كندرها على شكل شاريت وكنولين دهن ونحطه غادي نعود ناخد واحدة اخرى وكيما شتو كنتلق عليها على الطول وساهلا يعني من كتتكون لجينا مرتاحة كتعطينا الطوع وكتتطلق لنا بكل سهولة كندهن زبدة والزيت وكنرش بشوية ديها الفينو وكنطوي من الجواني بجوجو كننحطو يرتاح مهم غا نستعمر بنفس الكيفية تنكمل ديك الاشريطة اللي عندي موسيقى 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 او ملوية كنولي نعود ناخد اللي من مورا يعني الاشريطة كاملين كان اخدهم من الول تلتالي على ما كتكون العجينة رتاحة باش كتعطينا الطعب صافي وكي ماشته ما كان نضغطش عليهم بزاف وفي نفس الوقت ما كان نزيرش باش هكا كتجينا العجينة ديانا اه مورقة وكذلك من الدخل مهوية يعني ما كتجيناش مدقصة صافي غنخليهم على جنب هنا خديت النصف الاخر اه ديال العجينة وطلقتو كامل كي ماشته هكا على سطح العمل بهالطريقة كان نرسو مزيان بعد خديت القطاعات البيتزا بقيت كان نقطع بهالشكل هكا غدي ندير مور ببعات صغيرة ومبعد غدي ناخد ديك الحوشو بعد ما بردات وكان عمر في كل وحدة كان ندير فيها الحوشو ديالها وبهالطريقة هادي ما كان نوقفوش بزاف يعني في المطبخ ديالنا وما كان ناخدوش وقت بزاف هكا في تحضير ديالهم صافي غنعمرهم كاملين ومن بعد غدي نبدأ نجمعهم بهالشكل هاكا وساهلا يعني في الطوية ديالها والعجينة ما كان نرققهاش باش ما تخرجليش الحوشوه صافي كان نجمعهم يعني طريقة سهلة كي ما كتلاحظوا ومن بعد ما ساليتهم كاملين خديت هاد البلانشة هادي صراحة أنا عملية ويعني وكت تسربتها هي في نفس الوقت مهم عن بعد ما كتسخن كان دهنها بشوية ديالزيت بواسطة هاد البانسو او هاد شويتا وكان بدان نوضع ديك القريصة وكان نقرسها في ديك البلانشة مباشرة كنقرسها بنسبال هادو اللي معمرين انتم ما كتشوفو ومني كنديرهم هاكف هاد الحاجم كتسهزلي يستادي هالوحدات وإلا كانوا كبارين كانوا كشوية متوسطين كان دير ثلاثة وإلا كانوا كبارين كان دير غيجوج مهم كنا نحطهم هاكك وتنقرس في ديك البلانشة مباشرة وانا خليت يعني الفيديو باش تشوفو كيفاش كان دير ومهم كم قا نقلبهم وهاد البلانشة هادي عملية ها انتم ما شوفو كما قلت لكم كتسهزلي يستادي الوحيدات وكتسربين اضغياء في الطيام غير المهم تكون سخونة كالضغياء كالطيب صافري مهم هنائيا بعد ما كملتهم كي ما كتشوفو وريتكم هادو هادو اللي معمارين مهم على الشكل بطايبطات معمارين وصافي هنائيا مسحتها بواحد المينديل وغان نوين ندير زويتها وراني قرست ناكل المليوية وغاد نوضعها هاد الشكل هاكا غاد نوين ندير وحيد اخر هادو حيد كبابرين غان ندير غيجوج مهمتا كان دهن بالزيت وكان بقنا نقلب غيبية ديام مهم دائما فاش كنكونو كان طيبو الملاوي او مسمن او البطبوط دائما تنقاو نقلبو بيدينا هاكا من هادشي ومن هادشي باش هكا يجينا لون موحد وكانوا اللي ندورهم على ديك الحريفات ديالهم باش تاهم مكي تذهبوا لينا مهم هاد المقلة صراحة عاملية او هاد البلانشة هادي وما كان اخدوش وقت بزاف وما كان وقفوش بزاف وصراحة كان نحضروهم ضغيات ضغيات كانوا هادو هما لونيوية اللي درت معاكم على هادش شكل هاكا وهادوك اللي معمرين هما هادوك اللي في الجيال اخرى وغادي نوريكم توراق ديالهم كيفاش جاي انتوما شوفوا كيفاش كيجيو كيجيو صراحة او ارطيط بين ومن الداخل شوفوا كيفاش دايرين يعني ما مدقصينش ومورقين عنتوما مهم هادوه المليويات وهادوك اللي معمرين غادي نقطع معاكم باش شوفوا من الداخل ما كيجيش يعني العجينة ما كتجيش غلايضة وكتجي الحوش شوي يعني يعني كيجيو معمرين زيان والعجينة رقيقة والبنة ما نقولش لكم كيفاش جت هذيك الحوشو صراحة انجا تبنينا فكنتمنى انكم تضيروا لايك الفيديو من عجبتكم طبيعة الحال واللي ما زال بتشترك في القناة فكنتمنى انكم تدعموني وتشتركوا وبشك تعم الفائدة على الجميع وشكرا لكم بزاف على المشاهدة والمتابعة وهنا غا نقول لكم السلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة